هذا يوم حزين ومؤلم وقاسي ومؤسف أيضا لا يستطيع أحد أن يقول غير ذلك الحادث المروع الذي نتابعه منذ الصباح الحقيقة أدمى قلوبنا جميعا يمكن أن نحول هذه الحلقة إلى مأتم وعويل ويمكن أن نحول هذه الحلقة أيضا إلى بكائية طويلة جدا على من راحوا من الشهداء شهداء حادث قطاري سهاج وهذا حقهم تماما ويمكن أن نحول هذه الحلقة إلى حلبة مصارعة مع كل المسؤولين الذين نعلق هذا الحادث في رقابه لكن أعتقد أن نحن محتاجين إلى منعشة طويلة ومستفيدة حول هذا الحادث بحيث نضعه في حجمه وهو كبير ونضعه في تأثيره وهو كبير ونضعه في إطار ما يحدث في مصر الآن حتى نسأل لماذا وقع حادث سهاج اليوم؟ إيه أسبابه؟ وإزاي الحكومة اتعاملت مع هذا الحادث؟ إن أنا عايز أقول لحضراتكم على حاجة يمكن أن نقول إنه ده حادث يحصل في مصر وحصل وهيحصل وهيحصل في دول أخرى لكن هذا الكلام لم يعد مقبول بالنسبة للناس لم يعد مقبول بالنسبة للناس لسبب بسيط جدا أنه في جهود كثيرة تبزل وجهود كثيرة بزلت لتطوير مرفق سكة الحديث فعندما تبزل كل هذه الجهود وتبزل كل هذه الأموال وتقع هذه الحادثة بشكلها بتفاصيلها بمن خلفتهم وراءها من شهداء ومصابين عدد كبير جدا فلا بد أن نتوقف لنناقش ونسأل ونتأمل وخلينا نحكي مع حضراتكم كده الحكاية من الأول إيه اللي حصل بس قبل ما أقول لحضراتكم اللي حصل عايز أعرض لحضراتكم فيديو سريع جدا يسجل لحظة صدام القطارين القطار 157 قطار 157 مميز لأسر الأسكندرية والقطار الذي استضم به اللي هو قطار 2011 مكيف أسوان القهيرة قدام حضراتكم أهيه يعني معرفش ممكن نزود نفتح الصورة شوية قدام حضراتكم هذا هو المشهد ولما نراجع مع بعض هنلاقي إنه هذه الحادثة حصلت ساعة 12 و4 دقائي 12 و4 دقائي لو نعيد السورة تانية ركزوا حضراتكم أهو لحظة الصدام بالزبط ساعة 12 و4 دقائي الناس في سهاج كانوا بيصلوا الجمعة يعني بيصلوا الجمعة ناس فجأوا بيسماع هذا الصوت الرهيب فخرج ناس جتيرة جدا من المسجد لم يكملوا الصلاة تحديدا أهالي قرية الصوامعة لم يكملوا صلاتهم وخرجوا عشان يشوفوا حدث مروع بعض الناس وبعض شهود العيان من اللي شافوه قالوا إننا تقريبا شفنا حوادث قطرات كثيرة لكن لم نرى حادث به هذا الشكل إيه اللي حصل في المسافة ما بين محططي طهطة والمراغ في سهاج عند قرية الصوامعة وقف القطر 157 مميز قطر 157 مميز ده جماعة القطر اللي بياخده يعني الناس رقيق الحال واللي على قد حالهم توقف هذا القطار جي من وراء القطر 2011 مكيف خبط فيه هو القطر وقف ما الذي أوقف القطار ده لسه هيخضع ليه تحقيقات كثيرة جدا في النياب لأنه فيه لغز لا بد أن يحل وقف القطار لسبب من الأسباب تفسيرات كثيرة جدا السيناريوهات كثيرة جدا التخيلات كثيرة جدا التوقعات أيضا كثيرة جدا لكن خلينا نبقى ماشيين مع حضراتكم الحكاية خطوة بخطوة فجي القطار اللي هو 2011 المكيف بتاع أسوان القاهرة دخل فيه القطار 157 مميز اللي هو من الأكسر الأسكندرية فاتقلبت عربيتين من القطار 157 والقاطرة أو الجرار واللي هي عربية القوة أو عربية الكهرباء فبقى عندنا فيه حوالي أربع عربيات فيه بعض الناس قالوا أنه فيه خمس عربيات لكن طبقا ليه المعلومات الرسمية والبيانات الرسمية أنه فيه عندنا أربع عربيات اتنين من القطار 157 اللي كان واقف والجرار ثم عربية القوة أو عربية الكهرباء اللي جاية فيه القطرة 2011 المكيف بتاع أسوان القاهرة طيب تخلف عن ده تخلف عن ده مشهد يعني احنا شفنا كتير المصريين لأنه حوادث القطارات دي اتشافت كتير جدا فيه حد كده فيه حد دخل بسرعة وقال تفسير وهو تفسير الحياة غير مسؤول لهو هي تسك الحديد لما طلعت لبان بتاعها عشان تفسر ماذا جرى وقالت والله انه فيه مجهولين شدوا بل في الخطر فالقطار توقف وانا بقول ليه حضرتكم انه هذا البيان متسرع وغير مسؤول واعتقد انه لابد ان يحاسب من اصدر هذا البيان عفوا لانه ببساطة شديدة جدا لما يبقى حدثة زي دي بهذا الحجم ماينفعش واحد يقولك والله عصو المعلومات الاولية قالت كذا ويطلع بيان منسوب لجهة رسمية فالناس تعتمد هذا البيان لانه هذه جهة رسمية ونتكلم على هيئة السكك الحديدية وهيئة سكك حديد مصر اللي هي تابعة لها سكك الحديد دي والمحططين والقطارين والسوائين والناس اللي شغالة فدول تبعها فلما تطلع تعمل هذا البيان فيبقى انت شخص او من صغه او من نشره او من مرره شخص غير مسؤول بالمر صحيح احنا عندنا في القطارات في القطارات مشاكل كتيرة جدا كانت بتحصل خلال السنين اللي فات وعاوز اقول لحضراتكو على حاجة عدد كبير من الحوادث اللي حصلت على السكة الحديد كان احيانا بيبقى بسبب الباعة الجائلين اللي هو ايه بيبقى بيبيعه بتاع بيلم بضعته وفجأة القطر يمشي يمشي شوية يشد هو بلف الخطر ده بتاع الفرامل الداخلية دي القطر يقف البيعين ينزله وبعدين ايه القطر يمشي بعد ما سائق القطار او قائد القطار يبعت المساعد بتاعه عشان يرجع تاني بلف الخطر يعني طبعا التصور التصور غريب جدا وانك يبقى فيه ارواح البشر خضعة لهذا انا اسف التعبير يعني لهذا السفا ان انت ناس غير مسؤولة فيشد البلف الخطر القطر يقف عشان ينزل في المكان اللي هو عايزه او باقع ينزل بعد المحطة بشوية ويرجع تاني للمحطة فيحصل حدثة يحصل ما حدثاش هتقول لي طيب بس المنطقة دي المنطقة دي ليه ناس ممكن يشدوا بلف الخطر هنقول ده يظهر لما ان شاء الله النيابة تحقق وهنيجي ليه النيابة قالت يا جماعة محطش الكل فإذا ده الحدث اللي حصل وزي ما حضراتكم عارفين حتى الآن وطبقا لبيانات الرسمية احنا فيه عندنا 32 شهيد و 165 مصاب يعني عدد كبير جدا وعايز اقول لحضراتكم لو العدد اقل من ده فيه 32 بيت حاليا تبقى لأرقام الرسمية فيهم ما يتم فيهم يعني ناس فقدت وربنا يعلم اللي فقدوهم دول لانه ممكن تكون عيلة فقدت من ينفق عليها الناس الناس اللي هو بيجري على بيته وعلى ولاده فالناس 32 بيت بالاضافة الى 165 بيت اللي فيهم مصابين وربنا يعني ينعم عليهم بالشفاء لانه في حالات من المصابين حالتها خطيرة جدا طيب خلينا نسأل السؤال التاني يعني هو ده ما الذي جرى خلينا نسأل السؤال الدولة في مصر اتعملت ازاي وفيه سؤال مهم جدا انا عارف ناس كتيرة بتسألوا الان وهو انه الله هو الاعلام لما كان بتحصل حدثة زمان كان بيولع الدنيا ويطالب باقالة المسؤولين ومحاسبة المسؤولين ويشعل النار حوالين الدولة والحكومة والمسؤولين فيها ليه الاعلام اه دي يتكلم بالعقل وبالمنطق الوقتي يعني ايه اللي اختلف هما الاعلامين دول بيتلونوا ليه زمان كان لما يبقى في حدثة قطر فالاعلام ده يشعل النار في الجميع الوقتي قاعدين بنتكلم بالعقل وزي ما انا بتكلم مع حضراتكم نسأل اسئلة ونجاوب عليها هجاوب على هذا السؤال يعني لن نهرب من هذا السؤال بس خلينا نقول الدولة كدولة كيف تعاملت مع هذا الموضوع وخلينا ناخد كده من رأس الدولة من الرئيس كيف تصرف وكيف اصغر مسؤول هناك في محافظة سهاج وهو بيتابع هذا الحدث